هل يحمل العام 2025 نهاية للحرب في أوكرانيا؟ سؤال بات على طاولة الأحداث بعد تصريحات متواثرة لرئيس الأوكراني فلودمير زيلينسكي بهذا الشأن يأتي هذا الإعلان من جانب زيلينسكي رغم حديثه عن الخسائر التي تكبدتها بلاده حيث أشار إلى أن 321 من مرافق البنية التحتية في الموانئ الأوكرانية ضحقت بها أدرار جراء هجمة روسية بصواريخ وطائرات مسيرة وفي سياق الخسائر الأوكرانية أيضا أفاد مصدر مسؤول في هيئة الأركان في كييف أن الجيش خسر أكثر من 40% من الأراضي التي سيطر عليها في منطقة كورسك الروسية في أغسطس الماضي وبالرغم من هذا الواقع الميدني الذي يبدو في صالح موسكو فإن زيلينسكي يؤكد أن بلاده تعمل على تطوير دفاعاتها الجوية خاصة بعد إطلاق روسيا صاروخا باليستيا جديدا أسرع من الصوت وتعول القوات الأوكرانية على الدعم الأمريكي والغربي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة خلال المدة المتبقية من ولاية بايدن ومن الضوء الأخضر الذي منحه لها لضرب العمق الروسي أكثر من 33 شهرا مضت على الحرب الروسية الأوكرانية ولا تزال نيرانها مستعرة فيما تبدو الجهود الدبلوماسية خافتة حتى اللحظة لتسوية هذه الأزمة فهل ينتظر العالم عهد الجمهوريين برئاسة دونالد ترامب لتغيير مسار هذه الحرب؟ اشتركوا في القناة